أثدت الناطق الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 إيمان حميدان أنه تم اليوم إدراج زوجين في قائمة المفتشين عنهم بعد أن غادر مقر الحجر الصحي المخصص للعائدين من الخارج بأحد النزل في منطقة شط مريم منذ ليلة الأولى لإيوائهما فيها. ورجحت زيمان حميدان يكون زوجان قد عاد إلى مقر إقامتهما بولاية نابل مؤكدة أنه تم تكليف المصالح الأمنية المختصة بنابل بالتثبت من مدى التزامهما بالحجر الصحي في حالة عودتهما إلى مقر سكنهما وفق تأكيدها.